طبيعي طبيعي كلنا عارفين ان مباراة طبعا مباراة فيتا كلاب اللي جاية مباراة صعبة مباراة انا شايف ان المباراة دي مباراة بروحين اولا هنا في القاهرة ان شاء الله لا بديل عن الفوز ده شيء طبعا كل الناس عارفة وجماهير النادي الاهلي طبعا عارفة واللعيبة والجهاز كمان هناك في الكونغو هتكون مباراة كمان مهمة جدا زي ما اقول لحضراتكم هو باكج مباراتين على الاقل ان شاء الله اربع نقاط احنا بنطمح طبعا في ست نقاط ست نقاط اكيد هتوصلنا للي احنا عايزينه عندنا المباراة اللي بعادية هنا مع سنبا ان شاء الله نفوز عليها وبالتالي نكون اول المجموعة ونتصدر المجموعة وده هدف النادي الاهلي دايما هدف الاهلي هو تصدر المجموعة بشكل كبير اكيد مباراة اللي جاية اعتقد مباراة مهمة كل اللاعبين مركزين بشكل اكتر من رائع وزي ما اتكلمت مع حضراتكم خدنا ايجابيات مباراة طلاقع الجيش رغم عدم الاداء الجيد لكن كان فيه ايجابيات كبيرة جدا ان شاء الله الاجابيات دي يعني تكون موجودة باذن الله يوم السبت في الملعب كل اللاعبة جاهزة جهاز الفني بقدر امكان بيحاول يصلح بعض الاخطاء السؤال اللي قدام حضراتكم وتوقع نتيجة المباراة ان شاء الله باذن الله هنتبع مع حضراتكم كالعادة هنا في البيت الكبير ردود افعالكم توقعاتكم للمباراة لكن انا على المستوى الشخصي بقولها من دلوقتي ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بنتيجة طيبة انا بعتقد اتنين سفر للنادي الاهلي ان شاء الله نتيجة اتنين سفر باذن الله يعني انا شايف النادي الاهلي يعني بالرغم زي ما اتكلمنا ان مباراة طلاقع الجيش خليها مش هنتكلم عليها تاني دايما بحب أخذ الإيجابيات ووجود أجايين إن شاء الله بإذن الله يكون فيه كسافة هجومية بشكل كبير جدا اللعيبة عندها إصرار وعارفة ومتأكدة إن مباراتي فيتا كلاب في القاهرة وفي الكنهو أعتقد دي بتديهم أريحية كبيرة جدا إن شاء الله نحصل على ست نقاط نرجع نلعب مع سنبا وبعدين المباراة الأخيرة مع المريخ بإذن الله بالترتيب ده وبالتركيز العالي وبالإصرار وبإرادة اللعيبة إن شاء الله نتصدر المجموعة لأن ده المهم النادي الأهلي بإذن الله يتصدر المجموعة ويكون موجود في دوري التمانية وده شيء المهم جدا إن شاء الله يمستبت تكون مباراة قوية على المستوى الفني أنا شايف إن النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله المهم جدا إنه يحط رتمه من الأول إن إحنا ما نستناش للشوت الثاني علشان نبدأ نستعجل شوية مش هيكون في مصلحتنا إحنا إن شاء الله شوت الأولاني بإذن الله ممكن نحرز هدف الشوت الثاني كمان نغطي بهدف هيكون عندنا أريحية كبيرة جدا هتدي ثقة للعيبة أكيد والجهاز الفني ترجمة نانسي قنقر